الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والصلاة والسلام على النبي الهاشمي الأمين الذي قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثن وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين لم يفوتوا ليلا إلا قاموا وعلى صحبه الكرام أجمعين الذين أضاءوا لياليهم بقيام الليل تعبدا وشكرا لله رب العالمين ونحن اليوم إنما نحن امتداد لهذه الثلة المباركة الطيبة ويصطف الله عز وجل ويختار أولئك الأناس الذين يجعلهم في هذه الليالي يقومون له سبحانه وتعالى فإن ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحانه وتعالى عما يشركون فإن الله عز وجل إذا اختارك وقذى في قلبك حب قيام الليل فاعرف أنك عزيز عند الله وقريب منه سبحانه وتعالى ومتأملا ومتفكرا بكلامه جل في علا فإن كلام الله عزيز لا يمكن أن يعطي الله عز وجل أولئك البشر الذين لا يستحقون أن يقذف في قلوبهم حب القرآن الكريم لذلك أشغلهم بهذه الدنيا وملهياتها وزخرفها فظنوا أنهم بها خالدون وأنهم بها مستمتعون ولا يعلمون أن أوقاتهم تمضي دون أن يشعرون حتى إذا جاء وقت رحيلهم من هذه الحياة الدنيا قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها فهذه فرصة في هذه الحياة أنك اليوم من الأحياء تستطيع أن تعمل ما تشاء وتحكم بما أنت تريد إن استغليتها بما ينفع سيعود عليك بالنافع وإلا فالأخرى وضده يبين ضده ضده وبضدها تتبين الأشياء محور جميل مع فضلة شيخ علي بدردعيج الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشهول الإسلامية فكونوا معا حياكم الله مشاهدين الكرام وحيا الله ببدر معنا الله يحييك وحيي ساد المشاهد يا هلأ من الحلقات التي أحبها دائما التحفيز لقيام الليل هذه الحلقة العظيمة التي تبين أن الإنسان إذا اختار رب العالمين لقيام الليل أتوقع هذا فوز ونجاح أي ما نجاح أي والله أي ما نجاح خلنا نؤصل لها تأصيلا شرعيا في البداية طبعا بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله موضوع قيام الليل هو موضوع شرعي بحت وهو قيام الليل من أكبر الأشياء التي تعين على المهام الثقيلة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا كان القيام الليل ترواجب على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة مهمة التي تبلها النبي عليه الصلاة والسلام و مرضات لربكم و منهات عن الإثم و تكفير للسيئات سبحان الله كل هذه الأشياء و في رواية و إن كانت ضعيفة و مطردة للداء عن الجسد سبحان الله و إن كانت ضعيفة إلا أن في من النصوص ما يؤيد هذا المعنى فالقيام الليل لا تقتصر ثمرته على الآخرة فقط بل له أيضا ثمرات في الدنيا راجلة إحنا اليوم لما نطرح هذا الموضوع نبي حق المبتدئين ما نبي حق واحد تعلمه و وصار من أولاك اللي ساعاتها لا نبي واحد أول مرة سمع هذا الموضوع و أراد أن يقيم الليل و يمكن يوم هبت عليه نساء من الرحمة في رمضان شوف تبارك الله شفت مسايدنا شوان عام شوف بعضهم هي مسجد من العشر و التسع بليل عشان يبدأ الساعة وحدة المبتدئ في بيته كيف يبدأ و كيف ينطلق ببساطة و خطوات ثابتة نبي قليل دائم ما نبي كثير من قطع سبحان الله تطرقت إلى موضوع جميل وهو إلى أن الإنسان يصلي في بيته هذا ترى شيء مهم أحيانا بزاهم الله خير بعض المصلين يحرص على الصلاة في المسجد لا أتكلم عن الفريضة النافلة هذا شيء طيب ما يعني ما نساوم عليه و لكن الأفضل من ذلك يقول عليه الصلاة و السلام خير صلاة الرجل منكم في بيته إلا المكتوبة و يقول أيضا عليه الصلاة و السلام في حديث آخر اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم و لا تتخذوها قبورا و لا تتخذوا هذه البيوت لا تجعلوها قبورا يعني أحيوها بالصلاة فيها سبحان الله و سبحان الله الصلاة في المنزل لها آثار إيمانية و البركة تحل في البيت و لها آثار تربوية عظيمة جدا سبحان الله أذكر أنا قبل كم يوم كنت قاعدة تسنن بالبيت على طول ولدي عمره يمكن سنتين الله بدأ يحاكي بدر كان يصف يمي و يحط رأسه على الأرض يعني يقلل يحاكي سبحان الله سبحان الله هذا الشيء يزرح فيه في البداية يعني مفهوم الصلاة حب الصلاة صورة الصلاة يتصورها ما تكون شيء غريب عليه فلابد الإنسان أن يجعل في بيته من صلاته خصوصا قيام الليل موضوع الثاني اللي ذكرته موضوع التدرج في قيام الليل بعض الناس سبحان الله يأخذ الحماس يبدي مباشرة يصلي قيام الليل ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ساعات ثم يأتي في اليوم القابل يتذكر التعب اللي تعبه أمس إنام إنام فعلى قولتهم على قولتهم يا ظلمة يا صرايين لا مصحيح قليل دهائم خير من كثير من قضاء ابدأ بركعة تقرأ فيها صورة الإخلاص كم تقومت دقيقة الله بس ولا شيء كتب لك أنك انتقمت هذه الليلة لو صلى ركا واحدة صلى ركعة واحدة هي الوتر لأن أقل قيام الليل وتر ركعة واحدة كتب له أنه قام هذه الليلة سبحان الله فإذا داومت ستجد هذا الشيء صار أو نفسك ارتاضت عليه بعد مدة نفسك ارتاضت تقدر تزيد وتزيد وتزيد إلى أن تجد نفسك قد وصلت إلى مرحلة اللذة بقيام الليل يقول عبد الله بن مبارك هو من أئمة التابعين يقول كابت نفسي على قيام الليل عشرين سنة شوف عشرين سنة والله وهو يقوم لقيام الليل ونفسه تأبع علينا يقوم لقيام الليل وهو يسحبها سحب إلى قيام الليل يقول فتلذذت به عشرين سنة أخرى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم شوف الله عز وجل وهو أصداق القائل يقول لنهدينهم بالمؤكدات لنهدينهم سبولنا وإن الله لا مع المحسنين أسأل الله يجعلنا من المحسنين اللهم أمين نطلع فأصل نرجع إن شاء الله فأكونوا معنا حياكم الله مرة أخرى متابعين الكرام موضوع مهم موضوع قيام الليل وقلنا التدرج في بداياته وأنه الإنسان يبدأ وينطلق ولكن إشكالية القراءة في قيام الليل يمكن البعض يعني محافظ فلذلك يترك الصلاة بالكلية ما هي الأحكام الفقهية البسيطة المتعلقة في موضوع قيام الليل حتى اللي شاهدنا اليوم يعرف الموضوع من مبتدئه إلى منتهى كيف ينطلق طبعا الحفظ لا يشترط في قيام الليل أن يكون الإنسان يقرأ من حفظه هذا مفوض الخاطئ يعني عادي إنت لو مثلا قمت بتصلم الليل ومسكت المصحف مسكت التليفون عادي عادي جائز أقرأ ولك مثل وإن كان الذي يقرأ من حفظه لا شك أنه أفضل عند الله عز وجل ولكن أيضا أنت لست محروم من الأجر وأنت تقرأ من المصحف وربما يسر الله عز وجل لك الحفظ بكثرة القراءة رحيل وقت رحيل وقت سبحان الله ترى إدامة القراءة تسهل الحفظ و اليوم سبحان الله يعني الحلقات ما شاء الله خصوصا عندنا بالكويت كثيرة 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 وزارة الوقاف والله ليس مقصر بموضوع أيو الله أزاهم الله خير الحمد الله يعني الكويت سبحان الله الدولة الوحيدة في العالم اللي أحفظ يعطونك فلوس الله مع أنه أنت اللي فايز بالحفظ ولكن مع هذا يعطونك فلوس كتشجيع تشجيع لي ليس هذا الغرض الأساسي من الحفظ الغرض الدنيا والفلوس ستذهب ولكن أنت ستجني ثمرة الحفظ فأنا أدعوك مهما عزيزي المسامع مهما كنت كبيرا في العمر أن تجتهد في حفظ القرآن أمي الله يحفظها و يبارك بصحتها آمين أذكر أنها بدت في حفظ القرآن مع مركز الأترجة نعم كان يعني واستمرت أذكر جنة سنة 2012 ما شوالله بدأت تحفظ واستمرت عشر سنوات فضارك الله لما يتني أظن في 2021 و قالت لي علي ترانا ختمت الله يبارك و كانت مرة و إحنا كبار و أحفاظ و مشاغل و مشاغل و عندها كل ما عند النساء من علاقات الاجتماعية و ليس قصرة بالعلاقات الاجتماعية و بشغلها و بزوجها و بيتها لكن الله بارك معناته لكن الله بارك إذا أدخلت القرآن في حياتك حياتك سيبارك الله عز وجل فيها هذا أمر مفروغ منه في الختام نسأل الله سبحانه و تعالى بأسمائه الحسنى و صفاته العلا أن يقضف في قلوبنا حب ذكره و شكره و حسن عبادته و التعلق به سبحانه و تعالى قياما و حبا و عملا و توفيقا و ذكرا و قراءة للقرآن و أن يجعلنا من أولئك الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون إلى اللقاء